اشتركوا في القناة النزيمة حتى لا نذهب بالمنحدر الخطير ونقع في المطب أو نقع في الحفرة وينتهي المنحل بشكله العام يجب على الأخ النحال أن يكون مدونا ومركزا ومتابعا لجميع الخلايا داخل المنحل وماذا يحدث حوله أيضا الأخ النحال حتى لا تقع في مغبة الوقوع بما وقع به الآخرون والانغماس في الإسهالات التي لن يستطع العلم الحديث الخروج منها في بعض الحالات لكن هناك إقراءات يجب على الأخ النحال أن يتداركها وهناك بعض الأدوية التي نستطيع استخدامها في الوقاية قبل أن نلتقي إلى مراحل متأخرة ولا نستطيع تفادي ذلك هناك أدوية عشبية أو أدوية طبيعية أمثال الليمون مع الثوم أو الصبار أو الشيح والزعتر لا نتطرق إلى الموضوع بعمق هناك من ينتظر بمحاضرة صغيرة ومقتضبة لأستاذنا الفاضل الأستاذ عايش الأهدل من اليمن تكون معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالنور والأفئة أساتذتنا أدلاء وزملائنا وأبنائنا وأخواننا مربي النحل بربو وطننا الأربي الحبيب بالنسبة يا حبيب لمكافحة النيوزيمة والإسهالات باستخدام الصبار الأوليفيرا نستخدمه طبعا بثلاث طرق الطريقة الأولى نقوم بتقطع صبار الأوليفيرا نقوم بتقطع الورقة على شكل مربعات بمساحة ثلاثة سانتي خمسة سانتي أربعة سانتي بحجم بنانتين ثلاثة بنان بأصابة اليد بعد ما نقطع بهذه الطريقة نقوم بحشوه نأمل فيه شقوق أيضا ونقوم بحشوه كل الفتحات نحشوها بسكر مطحون نحضر سكر مطحون نقوم بحشوها حشو تام بالسكر المطحون ونضعها للخلايا الحديثة فوق الإطارات أو تحت الإطارات ما تفرج وبالنسبة للإيدان البلدي الأواد أو الإجباح أو الخشاء بنضعها من الخلف تحت آخر ثلاثة أقراص شمية فيقوم النحل بانتصاص الهلام مع السكر المطحون ينزل السكر المطحون مباشرة يسحب أصارة الصبر ويقوم النحل بانتصاص هذا الأصارة يمتصص السكر المطحون مع أصارة الصبر إن شاء الله تستخدم هذه الطريقة خلال يومين يخف الإسهال تماما يبدأ يتوقف الزحف يبدأ يتوقف السري للنحل أيضا يتوقف باستخدامك لهذه الطريقة هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية يا حبيب عادة الزملاء ما يلجأ إلى قشط أملية قشط هلام الصبر نفتح وركة الصبر مثل السندويتش ونقوم بقشط الهلام تماما وإخراجه منها ونضيفه ثم نضربه إما بالخلاط أو بالمدق نضقه ونضيفه للتغذية السكرية بمؤدل 5 ملي لكل ريت المحلول السكري أيضا يتوقف الزحف إن شاء الله والإسالات تتوقف من اليوم الثاني وهذه تعتبر الطريقة الثانية الطريقة الثالثة يا حبيب الذي يستخدم الزملاء وهي القيام بقشط الهلام الصبر تماما في إناء وحضار سكر مطحون ونقوم بأمل أجينة نقوم بأجنى الهلام نأجنى السكر المطحون بالهلام حتى يصبح متماسك تماما مثل الأجينة ونوزئه تحت الإطارات بكميات متناسبة حسب قوات الخلية ونضعه أيضا من الخلف تحت الأقراس الشمئية بالنسبة للخلايا البلدية وينزل النحل يمتص هذه الأجينة وتتوقف الحمد لله الإسالات والزحف والسريان من اليوم الثالث هذه طبعا تعتبر من أفضل الطرق لمكافحة النيوزيمة والإسالات أيضا في الطريقة أخرى يلجأ إليها الزملاء وهي إضافة ملئقة زنجبيل مطحون مع التغذية السكرية بمؤدل ملئقة لكل خمسة ريت المحلول السكري أيضا هذه تساهم في التقليل من الزحف والتقليل من السريان وتحارب الإسالات والنيوزيمة بشكل ممتاز جدا أيضا في هناك طريقة يلجأ إليها الزملاء إذا استخدموا الطريقة الصباري الذي شرحناه في الملف الأول وشاهدوا في اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس ما زال الإسال موجود وما زالت ألاماته موجودة وما زال النحل يزحف وما زال هناك في سريان ما زال هناك تطير للنحل بالليل ويظهر أمام الملحل نحل زاحف بجنحة متهدلة ومنطفخ البطن يلجع بعض الزملاء إلى استخدام ملئقة زينجبيل مطحون مع التغذية السكرية بمؤدل ملئقة لكل ريت المحلول السكري إذا ما نفعتش أيضا مع الصبار وشاهدنا الإسال ما زال موجود معناته أنه هناك لدينا إصابة متزامنة بنيوزيمة بيس ونيوزيمة سيران وفي هذه الحالة نلجأ إلى طريقة ثالثة هذه الطريقة الثالثة أو الرابعة نقوم بتحضير ريت المحلول السكري محلول السكري طبعا بنسبة واحد سكر إلى واحد ماء نذيبه تماما لمن يصبح المحلول جاهز ونضف له 60 ملي أو 50 ملي ما تفرك 60 أو 50 ملي خلى التفاح خلى التفاح الطبيعي أو خلى الأسل إذا ما بيش خلى الأسل ممكن نستخدم خلى التفاح يفي بالغرض تماما نحذر أيضا منقو البابونج منقو البابونج بعد ما نحذره من اليوم الأول ونقوم بتصفيته تماما بمشن أو بقماش أو بقماش تول حتى يصبح أنه ممكن نرشه من المرش ما يسبب الحناش لمشاكل في انسداد المرش نضيف منه 60 ملي 60 ملي من منقو البابونج المحضر من اليوم الأول نضيفه إلى الرتل المحلول السكري ونقوم بأملية الرش نقوم بأملية الرش للخلايا إذا كانت الخلايا حديثة نرش رش مباشر فوق الإطارات من الأعلى للأسفل بحيث أنه البخاخ المرشة نستطيع أن نحن إما نرفع الإطارات والرش من الأعلى للأسفل أو الرش ما بين المسافة النحلية بحيث أنه المحلول المؤد والخليط المؤد يصل إلى النحر في الممرات النحلية هذا بالنسبة للخلايا الحديثة الخلايا البلدية ممكن الرش من الأمام ومن الخلف أيضا يلجأ أحيانا الزملاء إلى إضافة مأصور النئناء يقومون بأصر النئناء أصرا تاما ومن ثم تصفيته وشنه وأيضا إضافته لهذا المخلوط هذا بيطي أن نحل انطلاق ممتازة وتتخلص من كل الإسهالات ومن كل المشاكل ليدك ممكن تأمل هذه الطريقة بمؤدل مرتين في الأسبوع ورح تلاحظ إن شاء الله منظر للنحل ممتاز وتتخلص من كل مشاكل الإسهالات خصوصا في هذه الأيام حفظكم الله ورأيكم وإن أنتم سالمين